مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عرض اخباري مفصل يأتيكم من انفاند كاتخ التفاصيل صدق مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة هذا وصدق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي دارة الجمارك والدرائب غير المباشرة والشرات المميزة لها وخصائصها كل ما يتعلق في هذا التقرير لعبدالطيب بن طالب مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين قدمه وزير عدل عبداللطيف وهبي مشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها والرفع من جودة خدماتها أهدف هذا المشروع إلى تنزيل توصيات ميطاق إصلاح منظومة العدالة ولسيما ما يتعلق منها بتحيين وتحديد النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية ناديا فتاح اهدف هذا المشروع إلى إعادة ضبط الشارات المميزة لدرجات موظف إدارة الجمارك والضرائب المباشرة قصد الحفاظ على النظام الهرمي للقيادة داخل إدارة الجمارك وفقا للطبيعة شبه العسكرية التي تميز عملها كما صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين بتجديد ترخيصين ممنوحين لشركتين للاتصالات قدمتهم الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثم الزور كما اطلع المجلس على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين الحكومتين المغربية والإيطالية ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور مختتما أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا وعلى سعيد آخر أكد الوزير والمنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناتق والرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أكد أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان على إثر التطورات بهذا البلد الذي يشهد تسعيدا عسكريا وأوضح بيتاس أنه تم تشكيل خلية أزمة على مستوى سفارة المملكة ببيروت من أجل الإبقاء على الاتصال المباشر مع فراد الجالية والإطمئنان عليهم وتوجيههم بما يكفل ضمان أمنهم وسلامتهم نعود معك عبدالطيب بن طالب الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة في لبنان على إثر التطورات بهذا البلد الذي يشهد تسعيدا عسكريا وفق ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي تم تشكيل على مستوى بتوجيه من وزارة خارجية على مستوى سفارة المملكة بلبنان الشقيقة بتشكيل خلية أزمة مماثلة لتلك الموجودة على الصعيد الوطني أو المركزي تعمل على البقاء على الاتصال المباشر مع أفراد الجالية المغربية وتلقي اتصالتهم والإطمئنان عليهم وتوجيههم بما يكفل أمنهم وسلامتهم السيد بيتاس فاد بأن عددا من أفراد الجالية المغربية غادروا رفقة أسرهم لبنان مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بين المواطنين المغاربة الحمد لله لم يتم إصابة أي فرد من أفراد الجالية المغربية خلال هذا خلال القصف سفارة المملكة معبئة وزارة الخارجية أيضا معبئة على متابعة هذا الموضوع السيد بيتاس خلص إلى أن الحكومة تولي من خلال الوزارة الوصية أهمية قصوى لأوضاع الجالية المغربية عموما في مناطق النزاعات والكوارث والصراعات والاضطرابات من خلال إحداث خلية أزمة دائمة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وطنيا في خبر آخر أكد المندوب والسامية لتخطيط أحمد لحليمي عالمي أكد أن الإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 الذي شهد انتهاء مرحلة تجميع المعطيات سيمكن المغرب من التوفر على قاعدة بيانات شاملة ومفصلة على المستويات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لحليمي أوضح في مداخلته خلال مؤتمر صحفي إن عقد بمناسبة انتهاء هذه العملية أن المندوبية السامية للتخطيط ستعتمد على هذه القاعدة من البيانات على مدى السنوات العشر المقبلة في إعداد المؤشرات الإحصائية الرئيسية ذات صلة بالفقر والأسعار والفروارق الاجتماعية والظروف الاقتصادية والاجتماعية وكذا لوصف وضعية الأسر المغربية انطلقت بأبي جون في كوديفوار أشغال والاجتماع التاسع للمجلس التنفيذي للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الأفريقية فابا بحضور على الخصوص وزير الاتصال ووسائل الإعلام والفرنكوفونية الناتق الرسمي باسم الحكومة الأفوارية أمدو كوليبالي ورئيس الفيدرالية السيد فؤاد عارف المدير العام لوكالة المغرب العربي الأنباء حمزة الأخضر هنا العاصمة الإفوارية أبي جون حيث انطلقت أشغال الاجتماع التاسع للمجلس التنفيذي للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الأفريقية فابا خلال أشغال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث الهام أكد وزير الاتصال ووسائل الإعلام والفرنكوفونية الناطق الرسمي باسم الحكومة الأفوارية أمدو كوليبالي أكد أن الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الأفريقية باعتبارها أداة مندمجة لإرساء تعاون تقني فعلي ينبغي أن تساهم على الخصوص في تعزيز نظام لبث الأخبار يستجيب لطموحات الدول من جانبها أشارت نائبة رئيس الفيدرالية والمديرة المركزية لوكالة الأنباء الأفوارية أومو باريسانا إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه تداول الأخبار بسرعة فائقة بفضل التقنيات الجديدة بات من الملح التفكير بشكل جماعي في وقع هذه التغييرات على دور ومسؤولية صحفي الوكالة من جهته أوضح السيد فؤاد عارف رئيس الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الأفريقية والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن هذا الاجتماع في كودفوار يشكل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات المهنية بين وكالات الأنباء الأفريقية مذكرا في هذا السياق بالاهتمام الخاص الذي ما فتأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليه للتعاون جنوب جنوب رئيس الفابا أكد أن هذا التعاون جنوب جنوب المدعوم برؤية مشتركة ومبادرات منسقة لا محيد عنه لضمان التنمية المنسجمة والمستدامة لوكالات الأنباء الأفريقية والمساهمة في السيادة الإعلامية للقارة في زمن الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي افتتحت المجموعة المتخصصة في هياكل الطيران وتصنيع أجزاء المحركات موقعها الجديد للإنتاج في المنطقة الصناعية ميد بارك بيان واسر هذا التقرير التالي يقربنا من كل التفاصيل مجموعة أسيتوري المتخصصة في هياكل الطيران وتصنيع أجزاء المحركات افتتحت موقعها الجديد للإنتاج في المنطقة الصناعية ميد بارك بن واسر نحن نجد سعادة لاستقطاب واحد الرائد من رواد صناعة الطيران في الأوروبا وفي العالم وهي مجموعة أسيتوري وهو المستثمر الإسباني الأول الذي يختار القاعدة الصناعية المغربية في مجال صناعة الطيران هذا الشيء تبرهن على جاذبيات المملكة كشريك متوقفي وكذلك تجسد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين وهما إسباني والمغرب مجموعة أسيتوري تسعى إلى موازنة أنشطتها في قطاع الطيران التي تمثل حالياً 80% من تنظيمها وقرار إنشاء فرع في المغرب يأتي رغبة في تطوير هذا السوق وتعزيز تواجد المجموعة بكل من فرنسا وإسبانيا استقرار المجموعة بالمغرب تجسد من خلال استئجار مبنى تبلغ مساحته 2800 متر مربع في منطقة ميد بارك بغرض إحداث منشأة متخصصة في تصنيع شفرات محركات الطائرات مما سيمكن من خلق مئة فرصة عمل مجموعة أسيتوري تعد من المتعاقدين الرئيسيين لشركتين سافران وإيرباس حيث تقوم حالياً بتطوير أنشطتها في قطاع أنظمة الدفع في بوسكورا ولوج أسيتوري إلى المغرب يعطي انطلاقة لمرحلة تنموية جديدة بالنسبة لصناعات الطيران المغربية تتسم بتنوع الأسواق وتسريع عمليات التوطين هذا وتعتبر المملكة قاعدة لا محيد عنها في صناعة الطيران العالمية حيث تحقق معدل نمو يتجاوز 20% وتصل صادراتها إلى 4.5 مليار دولار مع قوة عاملة تبلغ 40 ألف شاب وحوالي 40% من القيمة المضافة عبر العالم وفي جديد تطورات الملف الروسي الأوكراني قالت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها سيطرت على مدينة أوغليدار في منطقة دونتسك الأوكرانية الوزارة وضافت أن منظومة دفاعها الجوي أسقطت 144 طائرة مسيرة أوكرانية ومن جهتها أعلنت هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الأوكرانية عن وقوع 73 اشتباكا قتاليا مضيفة أن الوضع كان أكثر خطورة في اتجاهي بروكوفيسك وكوراخوف التقى الأمين العام الجديد لحلف شمال أتلسي مارك روتاي الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي في أول زيارة له إلى كييف منذ توليه المنصب الجديد وذكر الموقع الرسمي للناتو أن روتاي تعهد خلال لقائه بزيلنسكي باستمرر الدعم المقدم لأوكرانيا في مواجهة روسيا وقال إن أوكرانيا أصبحت أقرب لعضوية الحلف من أي وقت مضع وأكد روتاي على التزام الحلف بمواصلة تعزيز الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا في مواجهتها لروسيا وأشار المسؤول إلى أن أول رحلة خارجية له كرئيس لحلف شمال أتلسي أظهرت الدعم القوي لكييف وطنيا وبيئة الجديدة أنهت سربة المقدم الشرف البحراوي من جهة مراكو الشاسفي في المركز الأول من منافسة اليوم الثالث للجائزة الكبرى لصاحب الجلال الملك محمد السادس لفنون الفروسية التبوردة سكينة مسوية سربة المقدم شرف البحراوي من جهة مراكو الشاسفي أنهت في المركز الأول منافسات اليوم الثالث للجائزة الكبرى لصاحب الجلال الملك محمد السادس لفنون الفروسية التقليدية التي جرت ضمن الدورة الخمسة عشر للمعرض الدولي للفرس بالجديدة وانتزعت سربة المقدم البحراوي صدارة الترتيب العام المؤقت بعد حصولها على ستة وسبعين نقطة فاصل عشرين متقدمة على سربة المقدم العربي بن خدة من جهة بني ملال خنيفرة برسيد واحد وسبعين نقطة فاصل اثنين هذه المنافسات تتضمن عروضا تقدمها السربات التي تضم كل واحدة منها خمسة عشر فارسا وفرسا اضافة الى العلام او المقدم وتكون في غاية الانضباط لتنفيذ تبوريدا بدقة متناهية على ان يتكلف المقدم بمهمة تنظيم وتحفيز فرسانه نيتو نشر شكرا لكم على المتابعة في يمن الله